موسيقى أهلا بكم في تفاصيل النشرة جولة ثالثة من المصاري الدستوري انطلقت في الغردق المصرية والمشاركون يؤكدون على ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور مع تعديل المادة السادسة منه إضافة الاعتماد نظام الدوائر الثلاثة على أساس النصف زائد واحد المبعوث الأممي الجديد يانكوبيتش توجه برسالة مرئية إلى المجتمعين وحثهم للتوصل إلى قاعدة دستورية تمكنهم من إجراء الانتخابات في وقتها المحدد بهدف التباحث حول كيفية إجراء الاستفتاء على الدستور الليبي انطلقت صباح اليوم الاجتماعات الثالثة للمصاري الدستوري في مدينة الغردقة المصرية المباحثات تستمر حتى 11 فبراير الجاري في حضور وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح الذي أكد على أهمية استثمار الأجواء الإيجابية التي تعيشها الأزمة الليبية حاليا الجلسة انطلقت بكلمة عبر الاتصال المرئي لرئيس جهاز المخابرات العامة المصرية لواء عباس كامل أكد فيها دعم القاهرة التوافق في ليبيا والمسارات المختلفة للحوار متمنيا أن تكلل أعمال الجولة بالنجاح حسب ما أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق بعدها تمنى المبعوث الأممي الجديد يانكوبيتش عبر وسائل الاتصال المرئي التوفيق للمجتمعين في الوصول إلى قاعدة دستورية صحيحة لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في وقتها المحدد وأشار إلى مية هذا الاجتماع كونه يمس المواطن بشكل مباشر عبر اتفاق الليبيين على شكل الاستفتاء الذين يرغبون به وأكد المشاركون على ضرورة إجراء الاستفتاء مع تعديل المدة السادسة باعتماد نظام الدوائر الثلاث بنظام خمسين زائد واحد وإلغاء المدة السابعة منه وتحصين المراكز القانونية التي ستنتج عن هذا الاستفتاء وذلك من خلال إيقاف النظر بالتعون المتعلقة بقانون الاستفتاء وقانونية إصدار مشروع الدستور والتعديل العشر للإعلام الدستوري الصادر في نوفمبر من العام 2018 وكانت استضافة الغردق اجتماعين سابقين للجنة الدستورية الليبية عقد الأول في سبتمبر من العام 2020 والثاني في يناير من العام 2021 ومعنا من البيضة عضو الهيئة التأسيسية للصياغة الدستور نادية عمران سيدة نادية نرحب بك بعد اجتماعين سابقين للجنة الدستورية في الغردق المصرية في البداية تقييمك لهذه الاجتماعات وعلى ماذا سيتم التركيز في هذه الجولة هل تقوم بك بعد اجتماعين سابقين للجنة الدستورية؟ هو عبارة عن استمرار للمسار الأول اللي هو الخاص بالمسار الدستوري الاجتماع هذا طبعا يناقش فيه حسب ما تم الاتفاق اللجنة الدستورية تم الاتفاق على أن يتم الاجتماع مع المفوضين عن الانتقادات ينبخ في جراءة لتحديد المواعيد ما هي المواعيد اللي الآن المفروض أنها تحدد لنطاح مشروع الدستور على الاستفداء ما يمكن أن يتم الأملية الاستفدائية وبعد ذلك يتم تحديد مدى امكانية إجراء الانتخابات في موعدها في ديسمبر 2021 لكن الآن النقاشات تدور حول هذه المواعيد تدور حول إمكانية إجراء الاستفداء والتحديد الدستورية وتدور حول إمكانية أو إمكانية إجراء المفوضين بإجراء الانتخابات إضافة إلى التنفيق ما تم سابقا اللي هو متعلق بالتحصيل اللي قررت النجاة الدستورية فيما يتعلق بمشروعية صدور قانون المشروع الدستور وقانون الاستفداء والتعديل العاشر لأن ذلك كل هذه الاتفاقات تستمجم أن يجتمع مجلس النهاب ويظهر تأديل الدستوري متعلق بإلغاء مسارة الدستوري ثاني إخرار رفع الاستفداء على أن يكون 50% زائد واحد من كل أقليل وغيرا من التوافقات اللي كمت دخل نعم طيب سيدة نادية نود نستفسر من حضرتك يعني المشاركون أكدوا عليه ضرورة طبعا إجراء الاستفداء كيفما تفضلت حضرتك مع تعديل المادة السادسة وإلغاء المادة السابعة منها لو سمحتي بس أشرحينا ماذا تعني إلغاء المادة السابعة ولماذا أنا حكيت لك أن الاتفاق اللي فارد في اللجنة الدستورية الاجتماع السابق في الغرطقة في مصر تم على ألطانس أن يتم الاستفداء ليس كما ورد في الدستوري أن يتم الاستفداء على بيبيا كدائرة واحدة ومن كي يمر مشروع الدستوري لابد يطوط أو يمر أو يقبع عليه كل شيء المخترعين يجب أن يوافقوا عليه التعديل الآن سيتغير فتلغى نسبة السابقين وفتقر أن يتم الاستفداء على كل الأقليم على كل دائرة أريد أن يمر مشروع الدستور أريد أن يمر في كل دائرة نعم أشكر جزيل الشكر سيدة نادية عمران على توضيح هذه الجزئية كنت معنا من البيضة عضو الهيئة التأساسية لصياغة الدستور رحب مجلس الأمن في اجتماعه اليوم بالاتفاق الذي توصل إليه منتدى الحوار السياسي الليبي بشأن سلطة تنفيذية مواقة موحدة ودعاها إلى الموافقة بسرعة على تشكيل حكومة جديدة شاملة والقيام بالاستعدادات اللازمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وإطلاق مصالحة وطنية شاملة كما حثت دول الأعضاء على انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة فوراً والامتثال الكامل لحضر توريد الأسلحة إلى ليبيا وأشدد على أهمية وجود ألية مراقبة وقف اطلاق النار من خلال نشر سريع لفريق تام للأمم المتحدة ويتطلع مجلس الأمن إلى تلقي مقترحات بشأن مهام ونطاق ألية مراقبة وقف اطلاق النار من الأمين العام كما أقر مجلس الأمن بالدور المهم للدول المجاورة والمنظمات الإقليمية في دعم جهود الأمم المتحدة وأكد دعمه لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمبعوث الخاص يانكوبيتش ومنصق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أريتسون زانينجا كذلك تقدم بالشكر إلى الممثلة الخاصة السابقة للأمين العام ستيفاني وليمز على كل أعمالها رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الأمم المتحدة جاء سريعا وأعلن أن بلاده ستبحث سحب قواتها من ليبيا إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا وأضاف أن الوجود التركية في ليبيا هو بناء على دعوة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وعلى اتفاقات تعاون عسكري وانتقد أردوغان نظير الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يطالب تركيا بسحب قواتها من ليبيا وأجابه أردوغان اخرج قواتك أولا من مالي ويتشاد اتصالاني هاتفيان لرئيس المجلس الرئاسي المنتخب محمد المنفي من روسيا وقطر وتأكيد خلالهما على التعاون لتحقيق الاستقرار بحث رئيس المجلس الرئاسي المنتخب محمد المنفي الأوضاع في ليبيا خلال اتصال هاتفي مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخايل بوكدانوف ونقش تطور الوضع في ليبيا وما حولها على ضوء نتائج أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي نعقد في جناف تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى ضوء الاتصال أعرب بيان للخارجية الروسية عن الأمل في أن يصبح انتخاب القيادة الانتقالية معلما مهما على طريق تجاوز الأزمة الحادة التي طال أمدها في البلاد وأعاد التأكيد بتكثيف وتعزيز التعاون الروسي الليبي متعدد الأوجه على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والمنفعة وتقاليد الصداقة في السياق اتصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني بالمنفي أيضا لتهنئته وأكد دعم بلاده للسلطة التنفيذية الجديدة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتح بشاغة عزمه زيارة المنطقة الشرقية في إطار جهود المصالحة الوطنية معتبرا أن مسئولية تواصل الشرق والغرب تقع على عاطق الجميع وأنا بإذن الله سوف أقوم زيارة لبرقة في المنطقة الشرقية في إطار المصالحة لابدنا نستمروا بهذه المصالحة وأخيرا نبدأ نوصيكم على اثنين لابدنا نعملوا ضدهم وبكل قوة الانتهازية السياسية والفساد الفساد هذا يذمر ليه دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي نويري والنائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور حميد حومة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد البيبة إلى البدء في المشاورات الهادفة لتشكيل الحكومة وذلك حسب الأجال المحددة في ملتقى الحوار السياسي وتقديمها إلى مجلس النواب ليتسنى له دعوة الأعضاء لجلسة خاصة لمنح الثقة إلى الحكومة وإدخالها ضمن الإطار الدستوري والقانوني لقيادة هذه المرحلة وأكد النائباني في بيان مشترك أعمل أعضاء مجلس النواب بكل إيجابية في إطار التصالح والتقارب والتعاون الذي يحصل من كافة الأطراف لطي صفحة الماضي مجموعة لقاءات أجرها وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطهر سيالة على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب الطهر في القاهرة لمناقشة تطورات المنطقة التقى وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق محمد الطهر سيالة وذراءه العرب في القاهرة للمشاركة في اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية ونقش المجتمعون الأوضاع السياسية العربية الراهنة ومستجدات قضايا الأمن القومي العربي وكذلك سبل دعم القضية الفلسطينية والتطورات الطارئة للوقوف في وجه التحديات التي تواجهها المنطقة في الوقت الحالي وزير الخارجية المصري سامح شكري جدد خلال لقائه سيالة تأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه ليبيا وصولا إلى إيجاد حل سياسي تفاوضي ليبي ليبي يحفظ سيادة البلاد ويصون مقدرات شعبها كما بحث وزير الخارجية مع نظرائه العراقي فؤاد حسين والجزائري صبر بوغدوم والسعودي فيصل بن فرحان بحثا مصارات العملية السياسية والتطورات الأخيرة المتعلقة باختيار السلطة التنفيذية الجديدة وأهمية عودة الصفار العراقية والسعودية واستئناف عملهما في العاصمة طرابلس لتعزيز مختلف أوجه علاقات التعاون الثنائي مؤكدين على أهمية ما تم التوصل إليه وضرورة الدعم العربي والدولي لاستكمال الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي جلسة تشاورية أخيرة مرتقبة لمجلس النواب منتصف الشهر الجاري في مدينة طبرق تخصص لوضع الترتيبات لمنح الثقة للحكومة الجديدة القادمة في الخامس عشر من فبراير الجاري ستعقد جلسة تشاورية لأعضاء مجلس النواب وستخصص لوضع الترتيبات اللازمة للنظر في منح الحكومة الجديدة الثقة فور تقديم تشكيلتها الكاملة لتتمكن من مباشرة مهامها الملقاة على عاتقها ودع رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح في دعوته التي نشرها عبر موقع المجلس على صفحتها الرسمية أن الجلسة المقررة سوف تعقد في مدينة طبرق مؤكدا بعد ذلك في تصريحات تلفزيونية أن هذه الجلسة ستكون هي الأخيرة ولوداع أهل المدينة مضيفا أن الجلسة كذلك ستناقش أيضا إقرار عقد جلسة للبرلمان في مدينة سيرت تحت حماية القيادة العامة وتحت إشراف اللجنة العسكرية 5 زائد 5 مرحبا بالأعضاء الذين انشقوا عن مجلس النواب في العاصمة إذا رغبوا في الحضور لكن عليهم إلغاء مجلسهم الموازي في طرابلس مبديا إصرار المجلس على إعطاء الثقة للحكومة مهما كان عدد الحاضرين بناء على الثوابت التي اتفقنا عليها من قبل من جانبه وخلال برنامج هذا المسال الذي يبث على قناة الوسط قال المستشار الأعلامي لرئيس مجلس النواب فتح المريمي إن تغيير رئاسة البرلمان هو إجراء يتم من خلال القوانين واللوائح المنظمة لخطوة من هذا النوع مؤكدا أن البلاد تمر بمرحلة جديدة في اتجاه حل الأزمة في ليبيا والزمن المحدد حتى وقت الانتخابات يعتبر ضيق لإنجاز كل المهام الموكالة للحكومة ومعنا من درنا عضو مجلس النواب حمد البنداج سيد البنداج نرحب بك للاثنين القادم سيكون هناك جلسة تشورية في إمكانية منح ثقة للحكومة الجديدة واللافت لربما هذه المرة ورأيناه يعني أن في إصرار من مجلس النواب بمنح الثقة لهذه الحكومة في البداية هل تواصلتم مع النواب المقاطعين وحددتم أيضا المدينة التي ستشمعون فيها مرحبا أهلا بكم بشاهدينك الكرام نحن في مجلس النواب وجهت لنا أكثر من دعوة دعوة أعضاء مجلس النواب للاجتماع في مدينة سابراتا لترتيب لمنح الحكومة ثم تلتها دعوة رئيس مجلس النواب المستشارع إلى صالح إلى مدينة سابرق وحدد أنها تكون جلسة ختمية لمجلس النواب في مدينة سابرق في هذه الفرصة نشكر جميع أهل هذه المدينة حقيقة لقد عملنا في هذه الفترة في مدينة سابرق قدموا لنا كل تسهيلات وكل يد العون في عملنا لم نتعرف لأي مضايقة كانوا في المستوى نحن نحن نحضر في جلسة سابراتا إذا تحددت المواد وإذا تمكننا رغم أن الوقت ضيق نحضر نحضر جلسة مجلس النواب في طبرق نتشاور النواب جميع هم عدوا توقيعات وكشف الآن وصل إلى حوالي 110 نايم متفقين على إعطاء ثقة للحكومة للوصول إلى حكومة الوحدة وطنية للم شمل البلاد والنظر في ظروف البلد والمشاكل العالقة في حكومة نعم طيب سيد البنداج حضرتك تحدثت عن 110 أعضاء مجلس نابسة يحضرون هذه الجلسة هل بهذا العدد يكتمل النصاب نعم النصاب سيكون مكتمل إن شاء الله ونحن وجدتنا دعوة من عضاء مجلس النواب في مدينة ثرت أنهم على استعداد لتوفير جميع الإمكانيات وجميع ترتبات لعقد جلسة في مدينة ثرت عند اجتماع مجلس النواب سوف يكون هناك تحديد مقر دائم لمجلس النواب مجتمعا وإن شاء الله ستكون الجلسة القادمة هي توحيد مجلس النواب حيث يكون مجلس واحد ونستفق على مجلس الليبية وتعود مياه المشاريع ويعمل مجلس النواب زي مع هذنا في البداية في 2014 نعم وأنا نتمنى لكم التوفيق في هذه الخطوة كنت معنا من درنا عضو مجلس النواب حمد البنداج وفي سياق متصل أكد المستشار عقيل صالح لرئيث بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يانكوبيتش على أهمية استكمال مصرية الحوار العسكري والاقتصادي بعد اختيار السلطة التنفيذية الجديدة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه صالح من المبعوث الأممي الجديد وأوضح صالح كوبيتش أنه بتعاون الخيرين من أبناء الوطن تم إنجاز مرحلة هامة من مراحل الاتفاق السياسي بالوصول إلى تشكيل مجلس رئاسي واختيار رئيس للوزراء لحكومة الوحدة الوطنية التي سيتم تشكيلها في الموعد الذي حدده الاتفاق السياسي في جينيف وفي سياق الدعم الدولي للحكومة الجديدة أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروفا في محادثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد لمنفي ورئيس حكومة البلاد عبد الحميد دبيبة استعداد روسيا للتعاون مع الحكومة الجديدة روسيا الدولة المتهمة سابقا بدعم أحد أطراف الصراع في ليبيا ونشر مرتزقة في مناطق الهلال النفطي اليوم ترحب بتشكيل الرئاسة الجديدة في البلاد وتؤكد استعدادها للتفاعل البناء مع الإدارة الانتقالية لليبيا بهدف التغلب على الأزمة الليبية التي طال أمدها في أقرب وقت ممكن وركز وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مباحثات هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي المنتخب محمد المينفي ورئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة على تعزيز التعاون من أجل زيادة تطوير العلاقات الروسية الليبية الودية تقليديا وحسب بيان للخارجية الروسية شدد المينفي والدبيبة على تقييمهما العالي للموقف الروسي طوال الأزمة في بلادهم وأشارا إلى الدور البناء والاستباقي لموسكو في دفع عملية التسوية على أساس مبادئ إشراك ممثلي جميع الأقاليم التاريخية والقوى السياسية في ليبيا وهنى الوزير الروسي كلها من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة المكلف بمناسبة انتخابهما لشغل مناصب قيادية مشيرا إلى أن موسكو كانت من أوائل الذين رحبوا بنتائج انتخابات أعضاء على السلطات في ليبيا وأكد أنهم يواجهون مهام صعبة وتمنى لهم التوفيق في حلها بعد أن أوفدت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق 171 موظفا للعمل في بعثات في الخارج رد ديوان المحاسبة بسرعة وصفنا الخطوة بالمثيرة للشبهات وصف ديوان المحاسبة الليبي ما أقامت به خارجية حكومة الوفاق من إفاد بعثات للخارج بأنه أمر يثير شبهات وقد طالب ديوان المحاسبة في طرابلس وزارة الخارجية في حكومة الوفاق وقف قرار إفاد 171 موظفا للعمل في الخارج وأكد رئيس الدوان خالد شوكشوك أن صدور القرار في هذا الوقت يثير العديد من الشبهات ويستدعي التحقق من الإجراءات والأسانيد التي بني عليها وطالب ديوان المحاسبة وزارة الخارجية إرسال خطاتها للعام الحالي والوظائف الشاغر عندها والملاك الوظفي للبعثات والقنصليات الليبية في الخارج وخطة الوزارة المتعلقة بتقليص عدد البعثات والقنصليات الليبية في الخارج كما شدد على ضرورة إرسال ما يثبت تبعية المشمولين بالقرار ومدى تماشي مؤهلاتهم مع الوظائف المفادين عليها والبيانات الأساسية للمشمولين بالقرار ومدى كفاية المخصصات المالية المعتمدة بالخصوص إضافة إلى صورة عن محضر لجنة شؤون الإفاد نتابع النشرة بعد فاصل قصير وفيها روسيا تتحدى الولايات المتحدة في سوريا من جديد نرحب بكم أعلن الرئيس الوزراء السوداني عبدالله حبدوكا تشكيل حكومة جديدة تضم في صفوفها سبعة وزراء يمثلون المتمردين وذلك عقب التوصل لاتفاق سلام تم توقيعه في أكتوبر الماضي أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تشكيل حكومة جديدة تضم في صفوفها سبعة وزراء يمثلون المتمردين وذلك عقب التوصل لاتفاق سلام تم توقيعه في أكتوبر الماضي وتم تعين جبريل إبراهيم الخبير الاقتصادي والقياد المخضرم في حركة العدل والمساوات التي لعبت دورا أساسيا في النزاع في دارفور وزيرا للمالية وقال حمدوك في مؤتمر صحفي في الخرطوم إن التشكيل الوزاري الجديد قام على توافق سياسي عبر نقاشات لمدة ثلاثة أشهر بغرض المحافظة على السودان من الانهيار نظرا لما يدور في المحيط الإقليمي من مهددات وفق ما نقلته عنه وكالة السودان للأنباء وحل حمدوك الحكومة السابقة إفساحا في المجال أمام تشكيل فريق جديد أكثر شمولا وتم اختيار وزيرين من الجيش أما بقية الوزراء فقد تم اختيارهم من تحالف قوى الحرية والتغيير الفاعل على الساحة السياسية السودانية وشكل التحالف رافعة للحركة الاحتجاجية ضد الحكومة والتي أدت إلى إطاحة الرئيس عمر البشير في العام 2019 وعين حمدوك مريم الصادق المهدي ابنة آخر رئيس للوزراء معين ديمقراطيا في السودان وزيرة للخارجية وكان البشير قد أطاح الصادق المهدي بانقلاب عسكري مدعوم من الإسلاميين في العام 1989 اعتبر البنتاجون أن روسيا تسعى لتواجد عسكري دائم في سوريا في خطوة لتحدي مواقع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط مشيرا إلى ارتفاع عدد الحوادث الخطيرة بين القوات الروسية والأمريكية من جانبه اعتبر البنتاجون أن روسيا لم تكن طرفان مساعدا في الساحة السورية محذران إياها من اتخاذ أي إجراءات استفزازية قد تؤدي إلى حوادث مع القوات الأمريكية قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن بناء الدولة لا يتم بالتجاوز على الرموز والمؤسسات وقطع الطرق وتابع الكاظمي أنه لن يتنازل عن بناء العراق مشيرا إلى أنه تم إنجاز الكثير لحل أزمات البلد سواء كانت أمنية أو اقتصادية أو صحية وعلق على الانتخابات معتبرا إياها استحقاقا وطنيا يحتاج إلى ضامن سياسي واجتماعي عبر وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم عن رفضهم إجراءات إسرائيل المسيئة لحقوق الشعب الفلسطيني أعرب وزراء الخارجية العرب عن رفضهم لأي مشروعات أو خطوات إسرائيلية أحدية الجانب تؤثر سلبا على حقوق الشعب الفلسطيني وتخالف القانون الدولي وتقود حل الدولتين وشدد الوزراء في بيانهم الختامي الصادر في ختام اجتماعهم الطارئ الذي عقد برئاسة مصر على التزام جميع الدول العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وغير القابلة للتصرف وعلى رأسها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وكذلك ضرورة إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين ونوه وزراء الخارجية إلى تمسك الدول العربية بحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التي أقرت عام 2002 بكامل عناصرها ومبدأ الأرض مقابل السلام واعتبار هذا الحل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط ومطالبة الجانب الإسرائيلي بالاستجابة لمبادرة السلام العربية وحث الوزراء جميع الأطراف الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة والرباعية الدولية على اتخاذ خطوات عملية لإطلاق مفاوضات ذات مصداقية تعالج جميع قضايا الحل النهائي وتفضيه إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة معربين عن ترحيبهم بجهود الأطراف الدولية والإقليمية لدعم عجلة السلام العادل الذي يمثل خيارا استراتيجيا عربيا لا يزال تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان يمر بمخاض صعب مع استمرار خلافات كان آخرها إعلان الرئاسة أن الرئيس متمسك بالحقوق الدستورية فيما يطالب المانحون ومنهم قطر بالإسراع في تشكيلها كي يرسل المساعدات لإنقاذ اقتصاد البلاد المتداعي إلى لبنان توجه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن في زيارة رسمية تستمر يوما واحدا لإجراء مباحثات مع مسؤولين بينهم رئيس البرلمان نبيه بر ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان الدياب تتركز على أزمة تشكيل الحكومة والمستجدات السياسية في لبنان والمنطقة مصادر مطلعة قالت أن الأراء كانت متطابقة بين الوزير القطري ورئيس البرلمان اللبناني لجهة ضرورة الإسراء بتشكيل الحكومة بأقصى سرعة ممكنة بن عبد الرحمن الذي رفض الإدلاء بأي تصريح إلى الإعلام كان قد أكد في وقت سابق أن بلاده مستعد لتسهيل حوارات ولادة الحكومة من دون أن تنسف المبادرة الفرنسية المتعلقة بهذا الخصوص هذا ولم يلتقي بن عبد الرحمن سعد الحرير المكلف تشكيل الحكومة الجديدة وذلك بسبب مغادرة الأخير إلى باريس حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس إمانويل مكرون ومسؤولين آخرين تسهيلا لعمليات التأليف في الأثناء ألقى موتران بيروت بوليس عبد الساة رعيضة توجه في قسم منها إلى ساسة اللبنانيين قائلا لهم الويل لكم يا أيها المسؤولون السياسيون في بلادي لأنكم تبنون مجدكم على القهر ومذلة من وثقوا بكم لا تنسوا أن التاريخ لا يرحم وسيذكر أسماءكم بين أسماء الطغاط والفاسدين والسفاحين شرطة ميانمار تستخدم مدافع المياه لتفريق المتظاهرين حيث شارك عشرات الألاف من المحتجين في مظاهرات خرجت في أنحاء ميانمار احتجاجا على إطاحة الجيش بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سوتي قبل أسبوع أظهرت لقطات مصورة على فيسبوك شرطة ميانمار تستخدم مدافع المياه لتفريق المتظاهرين في عاصمة البلاد نايبي داو لليوم الثاني الثلاثاء وشارك أمس الاثنين عشرات الألاف من المحتجين في مظاهرات خرجت في أنحاء ميانمار احتجاجا على إطاحة الجيش بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سوتي قبل أسبوع وتزايدت الدعوات للاندمام إلى الاحتجاجات ودعم حملة عصيان مدني كما أصبحت أكثر تنظيما منذ الانقلاب الذي أثار تنديدا دوليا واسعا وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أعلن أن الولايات المتحدة حاولت التواصل مع أونغ سان سوتي أكبر مسؤولة مدنية في بورما بعد الانقلاب الذي أطاح بها لكن كل طلباتها رفضت وأضاف أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب البورمي وتدعم حقه في التجمع في شكل سلمي خصوصا في التظاهر للمطالبة بحكومة منتخبة ديمقراطيا من جانبها أعلنت نيوزيلندا عن تجميد كل علاقاتها السياسية والعسكرية الرفيعة المستوى مع بورما وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية للصحفيين أنه بعد الانقلاب العسكري فإن نيوزيلندا تعلق كل الاتصالات السياسية والعسكرية الرفيعة المستوى مع بورما ما زالت النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل عقد من الزمن المبعوثون الأمميون في ليبيا منذ الثورة حتى اليوم نرحب بكم من جديد محطتنا الليلة هي الثانية من سلسلة أقد من الزمن في الذكرى العاشرة لثورة السابع عشر من فبراير معا نستعرض كل ليلة ونستذكر أبرز ما حصل في ليبيا على مختلف الأصعدة طوال السنوات العشر منذ العام 2011 لم تكن مهمة المبعوثين الأمميين الذين تناوبوا على حقيبة الوساطة في العقدة الليبية بالأمر السهل فقد مرت في نفق مظلم وطويل نتناول في هذا التقرير المبعوثين الأمميين الذين توالوا في ليبيا إثر اندلاع ثورة السابع عشر من فبراير حتى اليوم شكلت ثورة السابع عشر من فبراير الشرار الأولى لمجلس الأمن الدولي لإصدار قرار أممي حمل الرقم 2009 نص على إنشاء بعثة للدعم في ليبيا يكون هدفها الأول والأخير مساعدة الليبيين في استعادة الأمن العام والنظام وتحسين دور القانون وتشجيع المصالح الوطنية وتوسيع سلطة الدولة مبعوثون أمميون التوالوا على الإمساك بدفة الحوارات والمباحثات وتقريب وجهات النظر بين الأطراف الداخلية والخارجية أنا مهمكي تنحصر في إيجاد حل سياسي أول الغيث كان الأردني عبدالإله الخطيب الذي عينه الأمين العام للأمم المتحدة أنذاك بن كيمون مبعوثا أمميا إلى ليبيا في الثالث من أيبرل من العام 2011 وصل إلى ليبيا الملتهبة بنيران الحرب بعد مضي شهرين على اندلاع الثورة حاول الخطيب وقف إراقة الدماء بين الليبيين والدخول على خط الوساطة بين النظام السابق والمجلس الوطني الانتقالي إلا أن المهمة كانت مستحيلة في ظل حدة استراع بين الطرفين حتى أنه لم يبقى في مهمته أكثر من أربعة أشهر ليغادر منصبه في سبتمبر من عام 2011 في العشرين من سبتمبر من العام نفسه وقع الاختيار على الدبلوماسي البريطاني إيان مارتن ليكون رئيسا للبعثة الأممية لدى ليبيا كثف مارتن جهوده على الدعم الفني لعملية التحول السياسي الليبي لكنها اصطدمت بفوضى المقاتلين المرتزقة والسلاح ليجاهر بحقيقة الواقع أمام مجلس الأمن في مايو 2012 قائلا أن القضية الأساسية المتعلقة بالأمن العام هي إدماج وتسريح الثوار والسيطرة على الأسلحة عاشت ليبيا في عاده دوام ما بين محاولة اغتيال فاشلة وانتخابات ناجحة أفرزت في النهاية المؤتمر الوطني العام بقي مارتن في منصبه حتى أكتوبر من العام 2012 ليغادر بعد أقل من عام على تكليفه الدكتور طارق متري السياسي والأكاديمي ووزير الإعلام اللبناني الأسبق وصل إلى ليبيا في أغسطس من العام 2012 بعد مرور أسابيع عدة على انتخابات المؤتمر العام حينها وصف متري واقع الحال قائلا إن ليبيا مزهوة بنجاح الانتخابات وسحر الديمقراطية هذا السحر لم يدم طويلا فتبدلت المعطيات على أرض الواقع حين لم تستقم الحياة البرلمانية لما الحياة البرلمانية لم تستقم البرلمان الأكثرية أصبحت كما قلت أقلية صار البرلمان يتعرض لضغوط من جانب المسلحين من القوى المسلحة تفرض عليه تشريعا بعينه متري الذي رفع الصوت عاليا من خطورة تضفق الكبير للسلاح إلى ليبيا من دول عربية وأجربية قال في معرض شرحي للأسباب التي أدت إلى إيقاف مهمته لقد غادرت حين أصبحت مهمة مستحيلة وفشلت في إقناع النخب السياسية بالتسوية وقد طالتنا كبعث التهديدات بالقتل أخيرا استمرت ولاية متري قرابة العامين وقام بإجراء مباحثات مكثفة مع جميع الأطراف في ليبيا ترك متري مهمته وألف كتاب مسالك وعرة تضمن تجربته في ليبيا في الأول من سبتمبر من العام 2014 تم تعيين ديبلوماسي الإسباني برناردينو ليو مبعوثا أمميا ليصبح من أكثر المبعوثين إثارة للجدل والانتقادات نجح ليوفي جمع الفرقاء السياسيين على طاولة المفاوضات في مدينة سخيرات المغربية ورعى توقيع الاتفاق السياسي هناك في نوفمبر من العام 2015 كما أعلن تشكيل حكومة الوفاق الوطني ومجلس الدولة لكن سرعان ما استعرت ميران الانتقادات التي طالته بسبب ما قيل حينها عن عدم حياده ليتهم ما أسمها بالمافيا بإفشال مهمته وفي نهاية العام 2015 غادر ليون منصبه مارتين كوبلر الألماني والمبعوث الأممي الخامس إلى ليبيا انحصرت مهمته بتطبيق اتفاق سخيرات لكن خلافات الأطراف السياسية أفشلت مهمته ففي نوفمبر من العام 2015 بدأ كوبلر مهمته كرئيس للبعثة الأممية في ليبيا باتفاق سخيرات وتشكيل مجلس رئاسي سرعان ما رفضه المؤتمر الوطني العام المنتهي ولايته فيما عرقل البرلمان تنفيذ الاتفاق مطالبا بتعديلات أبرزها المادة الثامنة انتهت مهمته وبقي اتفاق سخيرات رهن المروحات القانونية الدستورية فخاطب الليبيين قائلا بإمكانكم التخلي عن الاتفاق السياسي الليبي والعودة إلى المفاوضات من جديد لسنة أخرى ومن رحب حرب العراق عاد الحل بشخصية لبنانية مجددا إلى ليبيا وكانت كلمة السرف الدبلوماسي غسان سلامة منذ يونيو من العام 2017 واجهت مهمة سلامة مطبات ومنحدرات بالغة الصعوبة وفي مطلع العام 2019 كادت جهود سلامة تتكلل بعقد ملتقى غدامس للفرقاء الليبيين لكن الحرب التي اندلعت على تخوم العاصمة رابلوس نسفت الملتقى وعطلت خطته الأممية وبعد نحو عشرة أشهر نجح في تقديم خطته عبر مؤتمر برلين واطلقت ثلاثة مسارات لحل الأزمة الليبية سياسية وعسكرية في جونيف واقتصادية في القاهرة وفي الثاني من مارس من العام 2020 أعلن سلامة عن استقالته بتغريدة معلنا أن صحته لم تعد تسمح له بهذه الوتيرة من الإجهاد إلا أن الحقيقة كانت مغايرة في الحادي عشر من مارس من العام 2020 تم تعيين الأمريكية ستيفاني ويليامز ممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة للبعثة الأممية في ليبيا وهي التي رفقت سلامة في مهمته كقائمة بالأعمال مما لا شك فيه أن ويليامز التي وصفت بالمبعوثة النشيطة والمتفائلة لعبت دورا مهما جدا في رعاية وتنظيم ومتبعة مسارات الحوارات الليبية ولعل أبرزها ملتقى الحوار السياسي الذي عقد في تونس والاتفاق العسكري الذي أفضى إلى تثبيت وقف إطلاق النار والمسار الاقتصادي سهمت ويليامز في دفع ليبيين في التوصل إلى اتفاق على تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية وذلك دمن خارطة طريق تؤدي إلى تنظيم انتخابات خلال 18 شهرا ويليامز رأست اجتماعات جونيف الأخيرة لملتقى الحوار السياسي لاختيار سلطة تنفيذية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة هذه السيدة التي تزمت بالصبر الشليد أدركت جيدا لغة تفكيك الألغام السياسية للأزمات المتلاحقة وقررت المضي قدما في إيجاد الحلول المستدامة قبل أن تسلم مهامها إلى المبعوث الجليد الذي تم تعيينه يانكوبش على الرغم من المحاولات المتتالية والبطنية من قبل هؤلاء المبعوثين لإيجاد الحلول بقيت فوضى الصلاح والميليشيات والانقسام والغياب المؤسستي والاتهامات بالانحياز القاسم المشترك لخيبات الأمل التي يحملها كل مبعوث في حقبته الدبلوماسية لحظة المغادرة واليوم تتجه الأنظار إلى المبعوث الجليد يانكوبش الذي يقع على عطقه مهمة رعاية هذه المرحلة الانتقالية الحساسة في تاريخ ليبيا السياسي والآن إلى الصفحة الاقتصادية مع انتصار مساء الخير انتصار مساء الخير صباح أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية قالت وكلة بلومبرغ الأمريكية أن نقلة نفط فارغة غادرت ميناء الحريقة في طبرق بعد أن منعها حرس المنشآت النفطية من تحميل النفط الخام وفي يناير الماضي أغلق حرس المنشآت النفطية ميناء الحريقة احتجاجا على تأخر صرف رواتبهم من قبل المؤسسة الوطنية للنفط فيما أوقفت سرية الحريقة في طبرق والتابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية في المنطقتين الشرقية والوسطى تصدير النفط من الميناء أبلغت السلطات الجزائرية الغرفة التجارية الليبية والتجار المعنيين في سبها وأبار وغات بقرارها إعادة فتح المعبر الحدودي الدبدا بغدامس في غضون أيام وذلك بعد مضي سبع سنوات على إغلاق الحدود بين البلدين وطلب اتحاد التجار الجزائريين لولاية إليزي الحدودية مع ليبيا من المجلس البلدي في غاض توفير الإمكانات اللوجستية المطلوبة لتنفيذ قرار السلطات بفتح المعبر الحدودي ودوليا كشف تقرير لمكتب الميزانية في الكونغرس أن مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيادة الحد الأدنى للأجور قد يتسبب بخسارة أكثر من مليون وظيفة لكنه سيخرج 900 ألف شخص من دائرة الفقر ومن المتوقع أن يزيد الاقتراح أيضا أجور 27 مليون عامل آخر وأظهر التقرير أن الزيادة الإجمالية في المدخيل تفوق خصائر خفض التوظيف يستمر خام برينت في الارتفاع حيث سجل خلال جلسة اليوم أعلى مستوياته خلال 13 شهرا والسبب يرجع لخفض منتجين كبار للإمدادات والتفاؤل حيال تعافي الطلب على الوقود وفي السوق الموازي ارتفع سعر صرف الدولار أمام الدنار مقارنة مع آخر جلسة له يوم الأمس في حين حافظت غالبية العملات الأجنبية الأخرى على استقرارها موسيقى موسيقى وبهذا نصل إلى نهاية أخبار الاقتصاد اليوم الآن نبقى مع الصفحة الرياضية نستهل جولتنا مع منافسات بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حاليا في قطر حيث قاد روبرت ليفندفسكي باين ميونيخ بطل أوروبا إلى الفوز على الأهل المصري بهدفين دون رد والتأهل لمواجهة تيغريس المكسيكي بطل الكونكاكاف في النهائي نتحاول إلى دور الدرجة الأولى الإسباني حيث تعثر أتليتكو مادريد وتعادل عماسل تافيغو بهدفين لكل منهما ضمن الجولة الثانية والعشرين نختتم دولتنا مع لعبة التنس ومنافسات بطولة أستراليا المفتوحة حيث سحق الإسباني الشهير رفييل نادان منافسه السربي لسلوديري يوم الثلاثاء بثلاث مجموعات متتالية وبواقع ستة لثلاثة وستة لأربعة وستة لواحد وتأهل للدور الثاني في منافسات فردي الرجال كما حققت مايار شريف الصعيدة من التصفيات والبلغة من العمر 24 عاما إنجازا غير مسبوق عندما أصبحت أولى لاعبة مصرية تفوز في مباراة بالقرعة الرئيسية في بطولة كبرى بتأهلها للدور الثاني في بطولة أستراليا المفتوحة وذلك بعد فوزها على نظيرتها الصعيدة من التصفيات الفرنسية كلوي بيكي بنتيجة 7 ل 5 و 7 ل 5 في لقائهما يوم الثلاثاء بالدور الأولي من البطولة وفي الختام نذكركم بموقعنا الإلكترونية الوسط دوت الواي في أمان الله اشتركوا في القناة